بسم الله عالميكو بيديو جديدة انه هضا نكلم عن شوية نصايح انه زين احنا بيبقى شكلنا اصغر من سننا انا الدين حسن صيدلاني ودي قناة اصغر السنة جاي خليكم معي اول حاجة هي الخاسسين الناس اللي بيكونوا وزنهم قليل بيبينوا اصغر من سنهم فانا فاكرة زمان لما كنت في اوائل الجامعة لما كنت مليانة او يفتقروني ان انا ام اختي كبيرة اللي اكبر مني مربع خمس سنين فكل ما نخس كل ما يبين ان احنا شكلنا اصغر من سننا تاني حاجة هي عضلات الوش كل ما احنا بنجبر في السن كل ما عضلات وشنا بتضعف كل ما بيبتدي يبين علينا الكبر انا من خلال التجربة اللي انا تعرضت لها ان انا من خمس ست سنين كان جال العصب السابع وتعلمت او عرفت اللي هي الفيس يوجا اللي هي تمارين الوش اللي بتتعمل عشان تقوية عضلات الوش التمارين دي بتفرق اوي بتدي تأثير اشبه بالبوتكس ومن غير فلوس خالص فيه ستة قبل كده كانت تعرضت لحادثة وكان وشها نحيتين ما كانش سيماتريكل وبدأت ان هي اللي قوي تعمل فيس يوجا ده من باب ان هي تحسن من نفسها وبعد كده هي لما نجحت فيه قلبته ان هي تبقى معالجة للناس التانين بالفيس يوجا ممكن تشوفوا التمارين بتاعتها شكلها التمارين شكلها ده حق جدا بس بتفرق كتير من ضمن الحاجات برضو اللي بتساعد على ان احنا نكون شكلنا اصغر من سننا هو العناية بالبشرة العناية بالبشرة ان الجلد بيبقى شكله احلى ايه لما انام كويس لما قشى مياه كفاية لما يكون ليا سكين روتين ان شاء الله حتى لو سيرم او حاجة باستخدمها قبل النوم بس وكفاية على كده اكيد بيفرق كتير من ضمن الحاجات اللي بتساعد على ان احنا نبان اصغر من سننا هو اللياقة البدنية والناس اللي بيعودوا هم صغيرين لما بيكبروا جسمهم بينشف والحركة عندهم بتبقى اصعب فعاودوا نفسكم ان انتوا تتحركوا كتير وياريت لو تقدروا انتوا تلعبوا رياضة لو انا مثلا عندي مشاكل في المفاصل وصحتي على قدها ومش قادرة ان انا ألعب رياضة ممكن ان حتى شغل فيديوهات بتاعت التمارين الرياضية اللي بتاعت كبار السن دي بتبقى تمارين بسيطة قوي وبتحرك الجسم وتبقى كويسة وانسى ان انا عديت من مرحلة بتاعت التمارين البسيطة بتاعت كبار السن وممكن ابتدي ان انا بقى اقوي من نفسي بتمارين اقوى واقوى من الحاجات اللطيفة قوي اللي هي الاوزان بس طبعا بتتشل واحدة واحدة وليها طريقة معينة حد يفهمنا عشان ما حصلش اي اصابة وتمارين المقاومة اللي ممكن بنستخدم فيها اللي هي البانز او اللي هي الاساتيك دي برضو بتبقى لطيفة جدا لتقوية العضلات وتقوية العزام علشان باين ان احنا اصغر من سننا لما نكبر لازم نراعي باللي احنا بنكل واحنا صغيرين لان اللي احنا بنكل واحنا صغيرين بيطلع علينا واحنا كبار فاللي عمال ما قضيها فاست فود وبياكل اي حاجة في سكيته وحاجات سكريات ودهون غير صحية وكلام ده لما بيكبر بيتعب لان هو جسمه هو هلك جسمه اصلا لكن اعتنوا جسمكو بان انتو بتاكلوا ايه وانتو صغيرين علشان ده بيفرق معاك وانتو كبار وهي البعد عن المقليات على قد ما نقدر لان المقليات دي لها مشاكل كتير قوي احنا عارفينها بس من ضمن المشاكل دي ان هي بتخلي الاكسادة زيادة في الجسم الاكسادة دي هي اللي بتخلي جسمي بعرضة للامراض وتخلينه هو يكبر اكبر من سنه بدري ان احنا نحاول ان احنا نقلل ضغط الدم للنورمي على قد ما نقدر ده بيفرق كتير قوي وانا قللو ازاي احنا بنقلل من اخدانا الملح في اكلنا ما بننعش الملح لكن بنحد منه على قد ما نقدر الحالة النفسية بتفرق قوي نلاقي الناس اللي هما بيبقوا مقاريين كده وما لهمش في الضغط النفسي بيفضلوا ان هما شكلهم صغير كتير ممكن يبقى عندهم عمرهم كبير وهما مش باين عليهم العمر ده فكلنا بنعدي بضغوط وكلنا بنعدي بحاجات صعبة لكن نحاول ان احنا نفك عن نفسنا نفك عن نفسنا ازاي عبادة ربنا وان انا عارفة ان ليه حد كبير شايلني وشايل طلباتي وشايل كل حاجة فانا اخاف من ايه اللي عنده رب ما يقلقش الحاجة التانية ان احنا نستمتع بصحبة الناس اللي احنا بنحبهم لان هيندي يوم يا انا هفارق يوم ما يفارقوا فانستمتع ببعض ونفرح ببعض على قد ما نقدر دي بتفرق او الصحبة الحلوة بتفرق احاولوا ان انتوا يبقى ليكوا صحبة حلوة ان انا اقبل عمري ما عدش بقى كلما كبرت السنة انا بقى عندي مش عارفة كم سنة لا اقبل عمري لكن المهم ان ربنا يمتعني بالعافية ونسأل الله العافية الواحد يبقى عنده صحة وعافية مهما كبر مش فرقة حتى التجايد والله يحبوها ده علامات ان انا عدت بحاجات كتير في الدنيا حاولوا يبقى ليكوا حاجة بتعملوها باستمتاع حتى لو رسم ايا كان الحاجة اللي بتعملوها باستمتاع اللي استمتاع ده بيخلي عندنا هرمونات حلوة بتطلع بتساعد عاللي احنا نقلل من الضغط النفسي اللي بيعرف يرسم مش انا من ضمن الحاجات برضو فيه معتقد انه ريح جسمك وانت صغير عشان يشيلك وانت كبير ان انت تبقى فيزيكي لأكتف او ان انت دايما بتقوم النشاطات وبتتحرك وبتروح وبتيجي بتقوي العظم وبتقوي العضلات فلما تكبر جسمك يشيلك لكن لما انت تريح وانت صغير العضلات والجسم بينشف والحركة بتصعب فحاولوا ان انتو تبقوا فيزيكي اكتف او تتحركوا كتير زي ما تكلمنا عن التمارين الرياضية قبل كده او انه في حياتكم اليومية تتحركوا يعني فيه ناس بيبقى صعب عليهم يجيبوا الرموت من قدامهم لا الحركة بركة النوم بقدر كافي نوم مهم جدا علشان بيقلل من الاسترس والاكتئاب وكويس للبشرة وبيقي من كتير من الامراض الناس اللي هم فوق 18 سالنا مفروض ان هم بيناوم من 7-8 ساعات بيستثنى منهم طبعا لوحدة مخلفة جديدة لايعينها بس دي بتبقى مرحلة وتعدي لكن ما يبقاش انا طبيعة حياتي ان انا مش بنام اللي ما بيعرفش ينام يشوف مشكلة حدا بنومه ايه ويحاول يحلها لان ده مهم جدا 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 التدخين بيخلينا اكبر من سننا وبيخلينا عرضة لكتير من الامراض فلي بيدخن يحاول ان هو يوقف تدخين في اسرع وقت وممكن ان هو يمشي مع دكتور معين يعلمه ازاي ان هو يوقف التدخين ولو في لازق معينة بيستخدمها او في طرق معينة تساعده واهم من الحاجة كده ان هو يستعين بلاعزة وجل السمه ان هو يكون عنده ارادة قوية لان هوقف يعاني هوقف شرب قدر كافي من المية لكن ما بنعديش في الساعة الوحدة ازايزة مية واحدة صغيرة علشان ما ندخلش فيه تسمهم المية اللي كلمت عليه في فيديو قبل كده موجود في الديسكريبشن تحت لكن شربوا مية على مدار اليوم زي ما انتوا عايزين المهم خلال الساعة الوحدة ما نعديش ازايزة المية الوحدة الصغيرة كمان الاهتمام بنظافة الفم نظافة الفم الناس اللي ما بيتموش بغسيل سنانهم بيتعرضوا الامراض كتير زي امراض القلب زي السكتة الدماغية زي النومونيا البكترية كل الحاجات دي لانهما مش مهتمين بنظافة بققهم نظافة الفم مهمة مش بس عشان شكل وعشان السنان يتبقى شكلها لطيف وانا بدحك لا مهمة كمان علشان الصحة العامة فبنخسل سناننا مرتين في اليوم وبننظف ما بين السنين ومن ضمن الحاجات برضو اللي هي المضمضة المضمضة مهمة على اقل مرة في اليوم فكده كده في الوضوء بنطمض بس بلاشنا مضمضة اللي هي الصناعية عشان بتقتل البكترية النفعة مع الضر ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتشغلوا الجرس وتتابعوني على الفيسبوك انا انستجرام بحاول انا اكتبوا اكتر بس لاني لسه بتعلمها اوي بحاول اتعلموا نلتقي على خير الفيديو جاي شاء الله سلام اشتركوا في القناة